يا مساء الزمالك على جمهور نادي الزمالك يا مساء الكمة يا مساء الدربي الكبير النهاردة خلاص بدأنا العد التنازلي ومية وخمسين دقيقة بتفصيلنا عن نهائي كاس مصر المرتقب بين نادي الزمالك والنادي الاهلي في كمة مرتقبة جمهريا واعلاميا ويمكن تكون غير مسبوكة من حيث تكنية النقل التلفزيوني والاستوديو التحليلي وكواليس ما قبل وبعد المباراة أجواء خيالية الحقيقة بترصدها لنا الرياض وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لهذه المباراة كلها أمور تخلي اللقاء يطلع بأفضل شكل فنيا ونشوف كرنبال كوراوي يليك باسم وصمعة الفريقين ويليك باسم وصمعة الكورا المصرية مية سنة كورا مصر هي أصل اللعبة وموطنها الأصلي وكاس مصر ده مش مجرد بطولة دي أقدم مسابقة في تاريخ الكورا المصرية والعربية والأفريقية حاجة عريقة قوي قوي يا جماعة فبالتالي الاهتمام بيها شيء منطقي وكمان يعني ما بالك بقى لو النهائي كمان بتاع البطولة دي بين أكبر فريقين في مصر وأفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط والناديين الأكتر شعبية في المنطقة نادي الزمالي كجماعة بيرعب مطش النهاردة وهو يعني بيهدف لأمور كتير قوي أمور فنية أمور معنوية أمور رقومية وكمان حسابية لكن أبدا ما ينفعش إن احنا نكون تحت ضغط زي ما قلنا قبل كده وأنا هنفضل نقول ونعيد عملية تحسن الفريق محتاجة وقت وكل حاجة بتاخد وقت حتى المدرب نفسه محتاج وقت عشان يقدر يحط إيده على كافة النقاط سواء الإيجابية سواء السلبية لأن زي ما احنا عارفين مستر جوزي جومز الراجل بقاله شهر يدوب ملحقش يلعب كم مطش مع فريق نادي الزمالي وفجأة بيلاقي نفسه مطالب بالفوز بكأس مصر أمام النادي الأهلي وكمان بعدها باسبوعين نادي الزمالي هيخوض المعترك الأفريقي في الأدوار الإقصائية وكمان الأدوار الإقصائية في كأس مصر فبالتالي الضغط الجماهيري ما ينفعش الضغط الجماهيري ما ينفعش ما ينفعش يكون موجود الفترة دي والفترة اللي جاية لازم احنا قلاص في فترة دعم دعم ودعم فقط لا غير دعم كامل لكل المنظومة داخل نادي الزمالي لأن الحاجة دي هي اللي هدخلي نادي الزمالي مع جميز يلعب من غير دغوطات يعني على قد ما يقدر وإن شاء الله يوصل لأبعد نقطة ممكنة فأقرب وقت ممكن بيتمنى كل جمهور نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك مطالبين النهاردة أنهم يلعبوا للمتعة يلعبوا عشان يمتعوا جماهيرهم الوفية وجماهيرهم العظيمة اللي دايماً بتكون في ظهر نادي الزمالك فأصعب الأوقات جماهير نادي الزمالك اللي في ظهر اللعيبة فيه الجماهير طبعاً الأقدم من لعيبة واللي أقدم في حبها وانتماءها وتشجيعها للعيبة وفيه طبعاً الشباب اللي لسه طالع اللي طالع ومتربي على حب نادي الزمالك لازم يعني الكلام ده يعلموا كل لعيب داخل قائمة نادي الزمالك في المباراة النهاردة كلنا وراكم كبير وصغير يعني عايز أقول إيه أي حد بمختلف الأعمار ورا نادي الزمالك النهاردة